أكد اقتصاديون بأن أحد الأهداف الرئيسية لقادة الحوثيين هو الثراء وكل قادة الحوثيين الآن لديهم شركات وسيارات فاخرة واستثمارات ضخمة وأضافوا أن أنماط الحياة المطرفة لقادة وعناصر ميليشيا الحوثي دفعت بالعديد من اليمنيين والمراكبين إلى الاعتقاد بأن الحوثيين يستخدمون عقيدتهم فقط كوسيلة للسيدرة على الثروة والمجتمع ووقف المعارضة لقادة الحوثيين وبحسب التقديرات الاقتصادية المحلية بلغ حجم الثروة التي جمعتها قيادات الميليشيات الحوثية من موارد القطاع العام والخاص والمساعدات الخارجية والمتاجرة بالمخدرات نحو 14 مليار دولار منها ما يستثمر في الخارج وأخرى أصول عقارية وشركات تجارية حلت محل القطاع الخاص التقليدي وقد تجاوزت ثروة قادة ميليشيا الحوثي رأس مال أكبر مجموعة صناعية وتجارية في البلاد والبالغة 10 مليار دولار